دكتور روني ربما نرى تعليقاً لتصدير الأسلحة الأمريكية إذا تم استخدامها بعد الخامس عشر من مارس ما رأيك إلى أين تتجه الأمور بعد هذه التقارير؟ أهلاً وسهلاً بك ماجد أهلاً وسهلاً لكلهم لازم نفهم إحنا موجودين اليوم تحت ضغط أمريكي كبير 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 نتنياو تحت الضغط هذا إحنا زي ما شفناه مبارح الرئيس الأمريكي بايدن حكى في صوت بالهدوء إنه إذا إسرائيل ما راح تغير الطريق اللي بتتصرف مع الحكومة اليمنية هادي وقال حكومة يمنية بسمها بكبير راح تخسر كل تأييد العالم لأنه صح اليوم فيه بالعالم تأييد لإسرائيل ديت حماس ديت حماس موش ديت غزة وموش ديت الفلسطينيين والعالم وبخصوص الأمريكان بعد أربع شهور بدون حل بدون يرفوا لوين إسرائيل بدأ تمشي شو الهدف اللي تبع الحرب هذا مع إسرائيل شو الهدف مش بس إنه بدأ إسرائيل إنه كل المخطفين راح يرجعوا وتزوي صفقة زي هادي وزي غيره بدون يفهموا بعد الحرب اليوم بعد الحرب شو مسيرة غزة وشو مسيرة المنطقة لأنه الأمريكان وصح بايدن بالحكمة تبعه بده يغير كل الخارطة بالشرق الأوسط بعد الحرب هادي هادي تشانس لتغيير وتغيير مش معناته إنه نرجع لنقطة السفر اللي كانت قبل الحرب هذا السبب اللي فيه اليوم دغط أمريكي هذا السبب اللي الدغط ماشي بمتدرج يوم وراء يوم زي ما إحنا شايفين مبارح كان كلام اليوم فيه كلام بكرة راح نسمع بدون توقفوا هيك وبدون توقفوا غير شي أما أول مرة اللي الأمريكان بيقولوا لإسرائيل بدنا منكم دمنات إنه ما تستعملوا الكوة تبعاكون لأسلحة ديد المواتنين والإشي هذا من مفهوم الكوالام الدولي عم تقول إنتم ما راح تدخلوا للرفح بالأيام الدولي ومش بالأيام الرمضان ومش قبل ما نعطي فرصة لكل المفاوضات اللي تصير اليوم بينكم وبين قطار وبين ولايات المتحدة وبين المصريين عنشان صفقة تلتبادل لكن دكتور روني البعض يقول وليات المتحدة وآلة الإشي هذا بصوت واضح اليوم الضغط الأمريكي هو يأتي في إطار صح ربما وقف تصدير الأسلحة وهذا ربما يعني يبدو تهديد أكثر يعني لغة التهديد زادت في الأيام الأخيرة البعض يقول نتنياهو مع وجود حكومته وتآلفه الحاكم اليوم هو لا يستطيع فعل أي شيء هل فعلا إذا ما تم اتخاذ قرار بوقف اطلاق النار أو مسألة أخرى سنرى انهيار لهذه الحكومة سنرى تفكك لها شوف أنا بفكر أغلبية الشعب في إسرائيل اليوم يقولون أن الحكومة هذه تستكيل ولازم يستطيع الانتخابات الأسئلة إذا تنهير الحكومة هذه من خطوات الأمريكان ومن خواتها طبعا نتنياهو نتنياهو أنا بقول لك الإشي مع كل الأسف أنا بقول للإشي هذا نتنياهو رح يساوي كل شيء كل شيء عنشان يحمي الكرسي اللي هو يقاعد عليه وليش أنا بقول الإشي هذا لأنه نتنياهو زي ما احنا شايفين لحد اليوم الحكام السحيحيين في إسرائيل هدول اليمين المتطرفين اللي هو بسمع منهم وما لازم الإشي هذا لأنه أمريكيا مهمة جدا مصر مهمة جدا 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 لإسرائيل وبرضو الحرب هذا اللي كل واحد في إسرائيل بيسأل لوين إحنا ماشيين إذا يصير إنهيار أنا مش شايف الإشي هذا لأنه هذه مسلحة طبعا اليمين المتطرف وطبعا نتنياهو يقعدوا سوا ويمسكوا الكراسي طبعا اليمين المتطرف بقدر يهدد 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 أما أنا مش شايف سموتريتش ومش بين كبير بيطلعوا من الحكومة لأنه هذه فرصة أنا ما بعرف إذا كنت تكون عندهم كمان فرصة يقعدوا بالحكومة ويغيروا الطريقة لحكومة تمشي نتنياهو ما بدلوا أنه في عنده أشياء شخصية هذا السبب أن الحكومة زي ما أنا شايف حكومة تمشي البعض يقول أن هناك أما كمان إشي وحيد طيب أنا دعني أن أدخل معك هنا البعض يقول بأن هناك أغلبية من الجانب الشعبي الإسرائيلي هي داعمة ليس فقط لنتنياهو وحكومته المتشددة ولكن لإكمال العملية العسكرية مزيد من الضربات العسكرية في غطاء غزة هل هذا صحيح من ناحية ما يتم تناوله اليوم هذا صحيح زي ما إحنا شايفين بتلفزيونات زي ما إحنا شايفين بالشارع الناس لسا ذكرت 7 أكتوبر في رأس الناس لسا الأزمة الكبيرة اللي كانت في 7 أكتوبر لسا موجودة في كلب الناس هذا السبب أنه الشعب الشعب بقوله برضو الجنود اللي موجودين في غزة بقوله إحنا مستعدين ندالهان لحد ما نعرف أنه نقدر نعيش بأمان بأمان كامل نتنياهو من طرف تاني بخصه إشي واحد بده انتصار كامل كامل هيك هو بيقول شو هو الانتصار ولا واحد بعرف شو معناته انتصار على حماس على غزة ولا واحد بعرف أما هو بقول الإشي هذا أما الشعب صح الشعب بده يكمل الحرب إنه يتلع من الحرب بدون حماس ومع المخطوفين في إيدهن لأنه ما رح تكون صورة انتصار بدون المخطوفين في إسرائيل هذا أهم إشي للشعب في إسرائيل بدأت كامل إشي صغير للإشي اللي حكيت من قبل بدأت في إسرائيل مظاهرات مش عنشان المخطوفين مظاهرات إنه يتكون انتخابات جديدة في إسرائيل شوية شوية اليوم في كتير كتير فرقات وفي اللي تلعو بتل أبيب ورح يتلعو الأسبوع هذا مظاهرات دد الحكومة عنشان تستكل ويصيروا انتخابات جداد برضو إن كتب مبارح مكتوب كبير لأيزن كوت وغانس ديروا بالكم أنتوا بالحكومة مش عنشان تكونوا مساعدة لنيتانياو عما مشان تكونوا مساعدة للشعب لازم تشوفوا طريق كيف نروح بأسرع وقت للإنتخابات صح هيك الشعب بدو وإن شاء الله هذا رح يصير بأسرع وقت لنفيش عندنا غير طريقة أمريكيا بدأت بالدغط طبعا ورح تستمر لأنه بايدن بايدن بدو برضو المسلحة الأمريكانية وبدو المسلحة تبع المنطقة يعني مفتوحة برضو لسعودية للإمارات لمصر مش بس لإسرائيل ولازم يصير الإشي هذا أنا برضو بقول لازم إسرائيل تسمع لأمريكيا لأنه بدون أمريكيا طيب دكتور روني اليوم يعني موقف إسرائيل حرج في العالم بسبب المعاناة الإنسانية الكبيرة هي تعدت المعاناة إنسانية هي معاناة بشرية في قطاع غزة الآن العالم كله اليوم يشاهد ما تفعله إسرائيل من قتل وتدمير الجانب حتى الأمريكي أصبح محرجا ماذا عن الوضع الإنساني في قطاع غزة إلى أي مدى يؤثر أو هو يعني عنصر في قرارات الجانب الإسرائيلي رح أقول لك بصراحة كاملة لما في كل الناس دولي اللي ماتوا في غزة 30 ألف واحد الألب بجعل أما في إسرائيل بالحكومة أنا ما بفكر إنه واحد بيخصه من الإشي هذا وواحد بيحكي بالصوت عالي بنسبة للمشكلة الإنسانية اللي ماتوا ونجرحوا كتير ناس بيحكوا بإسرائيل بنسبة للمساعدات الإنسانية اللي لازم تدخل لغزة وإسرائيل عم تساوي كل شيء زي ما إحنا شايفين إنه تدخل مساعدات الناس جوعنين هناك في غزة إحنا عارفين هذا السبب إنه فيش طريقة إنه يوضعوا المساعدات أما إسرائيل بدأ الإشي هذا فكرنا إنه نفتح برضو حماس فكرة إنه نفتح إشي بالشمال غزة إنه يفتحوا طريق إنه تدخل من هناك برضو مساعدات للشمال غزة لإنه المشكلة هي بالشمال مش بس بجنوب غزة أو طريق البحر إن شاء الله هذا رح يصير بأسرى وقت لأنه المشكلة زي ما أنا قلت الناس اللي بيعانوا المشكلة الإنسانية هي برضو مشكلة ولازم إسرائيل تشوف الإشي هذا أما زي ما أنا قلت بالبداية أنا بقوله بصراحة كاملة بالحكومة ما بيحكوا على الإشي هذا بالحكومة بيحكوا بس على انتصار بيحكوا بالنسبة للمخطفين بيحكوا على المفاوضات شو رح يصير شو ما رح يصير أما ما بيحكوا بالنسبة للسكان وللمشكلة الإنسانية اللي موجودة في غزة ولازم يحكوا من القدس الباحث في معهد رومة للسلام في الجامعة العبرية الدكتور روني شاكيت شكرا لك دكتور